عن ما يشاء وتتناقله الكثير من الجهات حول ما سمي بعودة الجنرال توفيق إلى السلطة في البداية يجب أن نؤكد على أمر هام أن هناك الكثير من الجزائريين وخاصة فيما يسمى المعارضة الجزائرية لا يمكنهم أن يعيشوا إلا تحت ثلاثة أمور الأمر الأول هو بعبا ويتمثل في كل مرة يصنع بعبا معين وأكثر بعبا تمت صناعته هو بعبا توفيق سنعود الحديثة الأمر الثاني هو الوهم ويتمثل دائما في صراع الأجنحة أو في أي شيء تريد المعارضة أن تعلن مواقفها تجاه أمور معينة تتخذها السلطة في الجزائر دائما تنطلق من رؤية صراعات الأجنحة أن هناك جناح يتصارى مع جناح وهذا هدفه واضح أولا الهدف يراد منه تصوير أن السلطة متصارعة متقاتلة أنها عبارة عن عصابات لا يهمها أمر الجزائر في أي شيء أمر آخر أنهم يعيشون أو يعيشون الجزائريين تحت ضغط أغط وخوف ورعب معين من أجل دفعهم إلى أجندات أخرى أمر آخر هو أن هذه المعارضة لا تملك ما تقدمه سوى الرهان على هذه وصناعة أجنحة ومحاولة إظهار أن لديها معلومات وهذا لا يعني عندما نقول وهم الصراع الأجنحة لا يعني أن هناك لا توجد خلافات ولم تحدث الصراعات هذا طبيعي تحدث في كل الدول حتى القوى الكبرى تحدث دائما خلافات وكذا ولكن المبالغة فيها لحد أن يصير حتى على مستوى البلديات يتحدث إلا عن الصراعات وكل شيء هذا وهم كبير الأمر الثالث إذا الأمر الأول البعبع الأمر الثاني الوهم الأمر الثالث يتمثل في الهاجس الاستخباراتي الهواجس حتى صارت أنه مجرد ما معارض يقول أو يعلن موقف لا يروق للطرف الآخر وإلا مباشرة هاجس المخابرات حاد إذن المعارضة التي تعيج في جو من البعبع والوهم والهاجس هذا المثلث الذي تتخبط فيه ما تسمى المعارضة الجزائرية هو مثلث قاتل ذبح التجارب التغييرية ذبح الحركة التغييرية في الجزائر ذبح الكثير وأدى إلى هلاك الكثير من المبادرات وضياعها ودخولها أولها وتورطها في مستنقعات لم تحقق منه شيئا لصالح الجزائريين بل أنه في كل مبادرة تغييرية إلا وتجد هذه المعارضة وهذه الواجهات تخنق الجزائريين في هذا وتحبسهم في هذا المثلث حتى لا يخرجوا منه بنتيجة تذكر بل دائما يخرجوا منه بخفي حني ترجمة نانسي قنقر